توقعت شركة جدوى للاستثمار في تقريرها الشهري حدوث تحسن في أداء الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري وأن يحقق الناتج الإجمالي بعض التحسن كذلك من المتوقع أن يتحسن النمو في القطاع غير النفطي بفضل الميزانية التوسعية التي تضمنت مجموعة من الحزم التحفيزية التي تدعم النمو في هذا القطاع ووفقا لتقديرات جدوى سيتحسن نمو الاقتصاد في المملكة بارتفاعه إلى 1.15% عام 2018 وسيسجل قطاع النفط التحسن الأكبر في العام الجاري بنموه بنسبة 1.15% عام 2018 وتوقعت الشركة أن تسهم حزمة تحفيز القطاع الخاص في تعزيز نمو القطاع إلى 1.10% عام 2018 وتوقعت الشركة مزيدا من التباطئ في وطيرة السحب من احتياطي الموجودات الأجنبية عام 2018 ووفقا للتقديرات سيتراجع صافي احتياطي الموجودات الأجنبية بنحو 22 مليار دولار خلال عام 2018 ليصل الإجمالي إلى 464 مليار دولار وأشارت الشركة إلى بعض المخاطر التي قد تواجه الاقتصاد السعودي وتكمن في تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتفاقم الأوضاع الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط إلى مستويات أقل من المتوقع وفيما يخص الاقتصاد العالمي أشار التقرير إلى تقديرات صندوق النقد الدولي حيث سيبلغ متوسط نمو الناتج الإجمالي العالمي 3.19% عام 2018 وأكدت شركة جدوى للاستثمار في توقعاتها أن أكبر خطرين على الاقتصاد العالمي خلال عام 2018 هما تشديد الأوضاع النقدية العالمية واستمرار تفاقم التوترات الجيوسياسية العالمية وتأثيرها السلبي المحتمل على ثقة المستثمرين